موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات الطلاب الفرق الرابع شابط نظم المعلومات محاضرة النهاردة إن شاء الله هي المحاضرة الأخيرة في مقرر إعداد تطبيقات الحاسب في إعداد التقارير وموضوعنا أو تاريخنا هو الأربعاء 8 أبريل وأرجو أن الكتاب يكون معك مفتوح على صفحة 134 وإذن لم يكن معك الكتاب يفتح ملف الورد المرافق لهذا الملف الصوتي أيضا على نفس الصفحة 134 موضوعنا اليوم هو استكمال الباب السادس وفي الباب السادس في صفحة 134 عنوانا هو عبارة عن المهارات اللازمة لإعداد التقرير الجيد يعني بعد ممرنا في الكتاب من الباب الأول حتى الباب السادس وعرفنا التقرير ومواصفاته والهيكل التنظيمي وكيف يتم إعداده وسمات التقرير الجيد عشان نصل إلى هذا التقرير الجيد هناك مهارات يجب أن تتوفر لإعداد هذا التقرير ما هي هذه المهارات؟ ده اللي في صفحة 134 عند حضرتكم كم نوع من المهارات؟ أربع أنواع المهارات اللازمة لإعداد التقرير الجيد أربع مهارات مهارات الكاتب مهارات الإدراك مهارات الجمع والترتيب للمعلومات والبيانات مهارات الكتاب يعني الشخص خبرته إيه اللي هيكتب كيفية إدراك والإحساس بالمشكلة كيفية جمعه للبيانات ثم مهارة الكتابة لديه كيف يكتب هذه المهارات الأربعة هنتعرض لها في موضوع محاضرة النهاردة وأول مهارة اللي هي مهارات كاتب التقرير لكي يكون كاتب التقرير ماهراً في كتابة التقرير يجب أن يكون لديه أربع صفات أو أربع مهارات مهارات كاتب التقرير الأربعة اللي عند حضراتكم في صفحة 134 هو أن يكون لديه القدرة على على ثلاث حاجات القدرة على التفكير المنطقي يعني ما يكونش بيكتب بس لا يستخدم التفكير المنطقي في ربط الموضوعات في احتياج ولبيان معين أو معلومة معينة يحطها فين يرتبها إزاي ده بنسميه التفكير المنطقي لديه القدرة رقم اثنين بقى المهارات التانية المهارات ديان إيه أولاد المهارات اللازمة في كاتب التقرير لكي يكتب تقريراً جيداً المهارات التانية الاستنتاج القدرة على الاستنتاج والربط بين الأمور يعني يجب أن يكون لديه القدرة على أي معلومة هيضحها ومعلومة تانية هي تجيله الربط بينهم إيه استنتاجوا إيه القدرة رقم ثلاثة المهارة التالتة الكلام ده بعد ما عرف الربط المنطقي وعرف التفكير المنطقي كيف يعبر لفظياً وصياغة الكلمات والتعبير اللازم للمناسب للصياغة رقم أربعة المهارة الرابعة لكاتب التقرير اللي هو التمكن من قواعد اللغة والإملاء وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندكم كلكم هذه المهارة اللي هي التمكن من قواعد اللغة والإملاء يا رب ده كده مهارات كاتب التقرير النوع الثاني من المهارات اللازمة لإعداد التقرير الجيد اللي هي مهارات الإدراك صفحة 135 ده عنواننا مهارات الإدراك ومهارات الإدراك أنا أيمكن رسم لحضرتك رسم وبصلي كده من على الشمال في الشكل اللي قدامك في صفحة 135 مستطيلة على الشمال بقول مدخلات إدراكية يعني دوافع حسية ممكن نراها أو نلمسها أو نقرأها أو نشوفها ثم بعد ذلك المستطيل التاني بتاعه اللي جنبه اللي هو رايح له العمليات الإدراكية يعني رد الفعل العمليات الإدراكية هنعمل إيه عشان المدخل الإدراكي اللي حصل قبل كده نعمل في إيه نعمل في إيه يبقى عندي بعد كده مخرجات اللي هو رد الفعل أو النتيجة اللي ممكن اللي هتنعمل حتى نتمكن من العمليات من التغلب على المدخلات الإدراكية المخرجات الإدراكية لنزل لتاحت ده يكون لها أثر والأثر ده يؤثر على المدخلات وهكذا تدور هذه الدائرة بين مدخلات ومخرجات إدراك وأثر من بينهم وعمليات إدراكية إلى أن تنتهي المشكلة بكتابة إيه التقرير عمليات الإدراك زي ما احنا خدناها قبل كده تقريبا لكن برضو أقولها لك أنها تتأثر بعوامل والعوامل دي عوامل ذاتية في آخر صفحة 135 عند حضرتك سبع عوامل ذاتية تتأثر بها عملية الإدراك أول عامل وكلهم خاصين بالمدرك المدرك يعني هو المطلوب منه أعداد التقرير أو المطلوب منه الإحساس بالمشكلة أو المطلوب منه رؤية ماذا سوف يحدث كل هذه العوامل عوامل ذاتية تؤثر في عملية الإدراك تؤثر في عملية الإدراك يعني إيه؟ يعني ممكن جدا شخصيا الاتنين يروا نفس نفس الشيء أو نفس الحدث وواحد يكون رد فعله سريع والتاني يكون رده فعله بطيء ده تفكير وإدراك ووقت لإدراك المنطق واحد تاني رد فعله ممكن يكون عليف والتاني رد فعله ممكن يكون معتدل وهكذا ده اللي بنسميه العوامل الزاتية فمن ضمن هذه العوامل الزاتية سبع عوامل أول عامل الحالة الزهنية الحالة الزهنية يعني زكي ولم أخذ غبي وممكن هنا يتصر كيف يتصر النوع التاني أو العامل التاني الدور الاجتماعي هو منصبه إيه؟ دوره إيه؟ اجتماعيا فيه المكان الوظيفي اللي هو فيه رقم ثلاثة موقعه الوظيفي مدى وووده السلطوي المركز الاجتماعي الخبرة الماضية هل عنده خبرة سابقة ولا لا في اتخاذ الحالة المزاجية تفرق عن الحالة الزهنية نعم الحالة الزهنية هي درجة الزكاء أما الحالة المزاجية اللي هي الوقتية اللي هو لا حظي في الوقت ده الشخص ده منفعل ولا سابت الانفعال ولا ولا ده منسمها حالة مزاجية ثم الرغبة الرغبة في اتخاذ قرار معين ده كلها عوامل ذاتية تؤثر في مهارة الإيه الإدراء المهارة التالتة من مهارات اعداد التقرير الجيد وهي مهارة جمع وترتيب البيانات والمعلومات وده العنوان اللي عندكو في صفحة 136 وثلاثين وإحنا تحدثنا قبل كده في مقررات سابقة وفي محاضرات أخرى عن أنواع البيانات اللي هيتم جمعها أولا إحنا زي ما اتفعنا قبل كده أن البيانات زي الشكل اللي عندك في صفحة 137 البيانات اللي بيتم جمعها بيتم معالجتها للحصول على معلومات ومن هذه المعلومات بنكتب التقارير ومن التقارير نقدر نأخذ القرار انتخاذ القرار أنواع المعلومات إما أن تكون ثانوية أو أولية وبرضو فكرك برضو مرة تانية يعني إيه معلومة ثانوية أو بيان ثانوي بيان ثانوي سابقة جمعه سابقة جمعه وتسجيله من سابقة وعاوزك تركز بين سابقة والكلمة التانية اللي هتيجي في البيانات الأولية يتم جمعها يتم جمعه لحظيا في الوقت الحالي يبقى بالتالي عندي نوعين من أنواع البيانات إما تكون بيانات ثانوية سابقة جمعها وتسجيلها وتخزينها وبنستفيد بقى دلوقتي أو بيانات أولية ميدانية يتم جمعها عند الحاجة في وقت الطلب أو في وقت المشكلة برضو أثناء عملية الجامع والفحص والترتيب هل البيانات اللي هتيجمعها هتيجمعها من كل المجتمع أو من كل العاملين في المؤسسة أو من كل أو من كل ده بيتوقف على نوع الدراسة أو نوع البيان الميداني أو نوع البيان الأولي هناك نوعين من مجتمع الدراسة زي صفحة 37 يا إما أسلوب الحصر الشامل أو أسلوب العينة وهنتعرف بعد كده في الصفحة اللي بعدها يعني أسلوب حصر الشامل يعني أسلوب عينة بس قبل ما ننتقل إلى صفحة 138 للمقارنة بين الأسلوبين هنقول في آخر سطرة عندك في صفحة 137 تتوقف المفاضلة بين الأسلوبين أسلوبين أسلوبين من المجتمع اللي هو الحصر والشامل والعينة على المعايير التكلفة والوقت والجهد ولكل الأسلوب طريقته فلو ألبنا مع بعض صفحة 138 هنجد أن أسلوب الحصر الشامل اقرأ كده معي الحصول على العينات اللازمة من جميع وخلي بالك كلمة من جميع من جميع مجتمع الدراس أو من جميع مفردات مجتمع الدراس أو من جميع مكونات مجتمع الدراس من جميع أما أسلوب التاني اللي هو أسلوب العينة كلمة عينة يعني بناخد حاجة من الكل وبالتالي هنا مكتوب عندك يتم اختيار جزء من المجتمع جزء من الجميع جزء من الكل يبقى أسلوب الحصر الشامل العينة بتأخذ من الجميع وأسلوب العينة بتأخذ العينة من جزء من المجتمع وهناك نوعان رئيسيان لأسلوب العينات إما عينة وده عندك ألف وبي عينة غير احتمالية وعينة غير احتمالية أسف عينة غير احتمالية وعينة احتمالية وأعرفهم بس كاسمين وإعرى بعد كده ماذا نعني بكلمة احتمالية وغير احتمالية آخر مهارة اللي هي المهارة الرابعة في مهارات إعداد التقرير الجيد اللي هي مهارة الكتابة الجيدة مهارة الكتابة الجيدة ومهارة الكتابة الجيدة عندي لها أربع عناصر لكي تكون الكتابة جيدة يجب أن أراعي أربع عناصر العنصر الأول لغة التقرير وبعدين اتنين علامات الترقيم والوقف تلاتة الهمزة وأحكامها أربع العدد وأحكام أنا هتكلم عن عنصر واحد اللي هو لغة اللي هي لغة التقرير والتلات عناصر التانين أسيب حضرتك تقرأهم لوحدك وأنت غير مطالب بيهم في الأسئلة ولكن اقرأهم لزيادة المعرفة العنصر الأول في مهارات الكتابة الجيدة اللي هي لغة التقرير وده أنا لخصناه في مجموعة نقاط في صفحة 139 وهذه النقاط بتقول في أول سطر في أول صفحة 139 بيقول لكي يكون واضحا طبعا لأقصد تقرير يجب أن تكون لغة التقرير سليمة بتوافر عناصر التي يعني في عندي تسع عناصر في صفحة 139 لو دولت توفروا نقدر نقول أن لغة التقرير سليمة ونحن طبعا يهمنا أن لغة التقرير تكون سليمة أول مرة تانية مهارات الكتابة الجيدة أربعة لغة التقرير علامات ترقيم همزة وأحكامها عدد وأحكامها قلت أركز مع حضراتكم على العنصر رقم واحد اللي هو لغة التقرير لغة التقرير لكي تكون لغة التقرير سليمة هناك تسع عناصر اللي في صفحة 139 أول عنصر اللي هو الخط الحسن دائما وأبدا وده المسأل العامي بيقول الخط الحسن يزيد الحق وضوحا يعني كلما كان خطك حسنا كلما كان لك الحق في فيما كتبت وبالتالي أول حاجة الخط الحسن نمر اتنين ويا رب كده إن شاء الله أدعو تكون عندكم جميعا التزام بقواعد علم من نحو من حاس الإفراد والتسنية والأسماء والإشارات ودي أنا هتجدها فيها صعوبة شوية في كتابة التقرير باللغة العربية واللغة الإنجليزية يمكن القواعد يتكون أقل لبساطة خاصة فيه الأزمنة والضمار رقم ثلاثة العنصر التالت تحاشي تحاشي الأخطاء الإيه الإملائية يعني نبعد عن الأخطاء الإملائية وهناك رقم أربعة عشان نتحاشي الأخطاء الإملائية ابتعد عن الألفاظ الصعبة أو غير الشائعة رقم خمسة تجنب تكرار بعض الكلمات في أول فقرات الجديدة يعني ما تجيش في كل فقرة تبدأ بنفس التلاثة أربع كلمات اللي أنت كتب دقوا من الفقرة السابقة حتى لا تشعر القارئ بالملأ فيترك التقرير ويبتعد عن العنصر السادس في لغة التقرير لكي تكون لغة تقرير سليمة البعد عن الصياغة الإنفعالية يعني أنت بتوصف حاجة ما تقولش كارثة وضخمة أوصف فقط بدون استخدام الكلمات المبالغ فيها رقم سبعة يجب أن تكون فصيحا وبليغا والفصاحة هنا تعني كما كتب عند حضرتك كده تحتها خطة هي الفصاحة تعني الوضوحة التام بحيث لا يلتبس معنى بمعنى آخر أما البلاغة وضع الكلام في مكانه المناسب وضع الكلام في مكانه المناسب رقم تسعة تجنب الأخطاء الشائعة إحنا قلنا رقم تلاتة تجنب الأخطاء الملاقية رقم تسعة تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام الأحرف والضمائر وتطويل الجمل وبكده يبقى أنا خلصت التسع عناصر اللي هما لازمين لكي يكون لغة التقرير سليمة وجيدة ما هو مكتوب في صفحة 140 علامات الترقيمة أنا مش هشرح فيها حاجة أعرافها لنفسك صفحة 141 الهمزة وإحكامها أعرافها لنفسك مفروض ده كانت لغة عربية سابقة نحن رقم في صفحة 142 العدد وإحكامه أعرافه لنفسك هيتبقى هيتبقى عندي جزئين في هذا الباب الباب السادس أو في موضوع هذه المحاضرة وهي صفحة 143 معايا كده في العنوان بيقول إيه العنوان بيقول المشكلات التي تواجه كاتب التقرير مشكلات التي تواجه كاتب التقرير كم نوع من أنواع المشكلات سبع أنواع صفحة 143 و144 بيقول عندي سبع أنواع من المشكلات وكلها كل العنوان المكتوبة ومشكلات تتعلق بيه فمشكلات تتعلق بهدف التقرير يعني ممكن جدا التقرير يكون هدفه غير واضح أنت مش عارف تكتبه مشكلات تتعلق بالمعلومات مش قادر تجيبه مشكلات تتعلق بموضوع التقرير موضوع التقرير تسلسله وفصوله تتعلق بشكل التقرير وعدم التزامك بالهيكل المنهاجي للتقرير ورقم 5 مشكلات تتعلق بلغة وأسلوب التقرير عدم القدرة على التعبير أو الصياجة الإملائية ورقم 4 أخطاء تتعلق بمصطلحات في غير مواضحة رقم آسف رقم 6 مشكلات تتعلق بكاتب التقرير عدم خبرة استعجال تدخل بأراوة الشخصية وهكذا آخر حاجة مشكلات تتعلق بقارئ التقرير يكون عنده لما بولاه أو إهمال أو فرض إرادته غير كافي عند حضرتك عنوان صفحة 144 أنا مش أشرحه ومش مطلوب منك اللي هو الأخطاء الشائع عند كتابة التقرير طبعا ده بيستمر معانا في صفحة 144 و 145 برضو إلغيها 146 و 147 إلغيهم وبيتبقى عندنا آخر حاجة رقم صفحة 148 آخر عنصر في الباب السادس وهو الوصايا التي يجب اتباعها لكتابة تقرير فعال يعني ملخص اللي احنا خدناه قبل كده لكي نكتب تقريرا جيد سماته وصفاته إيه لكي نكتب تقرير جيد لغة التقرير تكون شكلها إيه لخصنا الكلام ده في عشر وصايا فالوصايا العشر والوصايا العشر عند حضرتك يجب أن يكون التقرير أنا بطبعا بكلم في صفحة 148 وده مهمة جدا الوصايا العشر التي يجب اتباعها لكتابة التقرير الفعال هذه الوصايا يجب أن يكون التقرير له بداية ووسط ونهاية يعني يتبع الايه التقرير التصنيف الهيكل التنظيمي أو الهيكل الانشائي لتقرير وتقريبا هنا نتكلم عن تقرير متوسط أو تقرير مختصر أو تقرير مطول نتكلمش عموززكار أني نرم من الاثنين أن يكون كاملا ودقيقا وصديقا في كل بيانات مختصرا رقم 3 رقم 4 موضوعي رقم 5 ترتيب منطقي رقم 6 اللغة واضحة رقم 7 توقيت تقديم عرضه مناسب وفي الوقت اللازم الإضاحة البيانية وطرق العرض كلما أمكن له خلاصة أخيرا خالية من الأخطاء وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم وهي المحاضرة زي مولت لحضراتك وابل كده هي المحاضرة الأخيرة في مقرر طبيقات الحاسب في عداد التقارير يتبقى عندك في الكتاب الباب السابع والباب السابع عنوانه اللي في صفحة 149 أمثلة لأنواع التقارير أمثلة لأنواع التقارير يعني هنا في الباب السابع للقراءة فقط قراءة فقط ليس مطلوب منك شيء في الامتحانات عن هذا اقرأه لكي تعرف فقط أمثلة لأنواع التقارير يعني مدي لك تقرير مختصر مدي لك تقرير مطول مدي لك تقرير بملامحه بملاحقه بفيرسه بينكتب ازاي وهكذا وده موضوع الباب السابع للقراءة فقط الباب السابع للقراءة فقط بننتقل بعد كده إلى الجزء الثاني من الكتاب وهو الجزء الثاني بيقول التطبيقات العملية وده اللي بتاخدوه حضراتكو في المعمل إن شاء الله وهيكون لكم فيديو عن الجزء اللي مخطوش في المعمل ودعوات لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته